اشتباكات وقصف متبادل تشهده مناطق بشمال غربي سوريا بين قوات الحكومة السورية من جهة وهيئة تحرير الشام الإرهابي الذراع السوري لتنظيم القاعدة والفصائل المسلحة التابعة للأحتلال ترك من جهة ثانية أربعة عناصر من قوات الحكومة السورية قتلوا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية على محاور محافظتي حما واللاثقية في أحدث جولة القتال مع هيئة تحرير الشام الإرهابية أو كما تعرف سابقا باسم جبهة النصرة المرصد السوري لحقوق الإنسان أفاد أن اشتباكات بالأسلحة ثقيلة دلعت بين القوات الحكومية والهيئة الإرهابية إثر محاولة الأخيرة التسلل إلى مواقع عسكرية في محور السرمانية برفي حما كما أسفر عن مقتل ثلاثة عناصر لقوات الحكومة هذه الاشتباكات جاءت قبل ساعات من مواجهات مماثلة بين طرفي الصراع في منطقة جبل التركمان برفي اللاذقية الشمالي وأسفرت عن مقتل عنصر آخر بقوات الحكومة السورية قبل أن ترد الأخيرة بقصف مدفعي طال مناطق البارة والسرمانية والقرقور برفي أدلب وحمى إضافة لمدينة الأتارب في محافظة حلب دون ورود معلومات عن خسائر بشرية وشهدت مناطق شمال غربي سوريا منذ أواخر العام الفائد تصعيداً عسكرياً كبيراً بين القوات الحكومية وهيئة تحرير الشام الإرهابية ما أسفر عن عشرة القتلى والجرحى بين الجانبين إلى جانب وقع ضحايا مدنيين وأضرار جسيمة في الممتلكات العامة والخاصة ترجمة نانسي قنقر